الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا في هذه الآية أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونهان الله عز وجل عن الشرك كله كبيره وصغيره لأنه قال شيئا ولا تشركوا به شيئا قال العلماء بقوله جل وعلا شيئا دخل جميع أنواع الشرك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والأمر بالعبادة واعبد الله هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنس قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكما مر معنا الآن فسرها ابن عباس يعبدون أي لوحيدون لأن معنى العبادة هو التوحيد فما خلقت إلا للتوحيد وأمرك الله عز وجل بالتوحيد فمن لم يوحد الله سبحانه وتعالى فلا صلاة له ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا بر للولدين ولا صدقة له ولا غير ذلك من الأعمال لأن بضياع التوحيد يحصل الشرك والشرك محبط لجميع الأعمال قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن أمثلة الشرك دعاء الموتى والالتجاو إلى القبور والقباب والأضرحة والاستغاثة بأصحابها ونداؤهم من دون الله سبحانه وتعالى والتوكل عليهم والذبح لهم أو عند أضرحتهم وقبورهم فكل هذا كفر وشرك أكبر مخرج من ملة الإسلام وإن صلى صاحبه وصام وزعم أنه مسلم لأن الله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي وما حياي وما ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن لقي الله سبحانه وتعالى وهو موحد لا يشرك بالله شيئا غفر الله له ذنوبه ولم يعذبه ربه تبارك وتعالى كما جاء عند الترمذي من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى إلى أن قال قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقرابي الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وهذه الجماعات الموجودة في الساحة جماعة الأخوان المسلمين وحزب التحرير وجماعة السرورية عبد الحي يوسف وغيره والمجموعات الموجودة الآن والأحزاب والطرق كلها لا تدعو إلى التوحيد كما دعت إليه الأنبياء والرسل فهي على باطل وهم لا يدعون إلى التوحيد إما جهلا منهم وهذا كثير وإما تجاهلا منهم بسبب أنهم يزعمون أن الدعوة إلى التوحيد ونهي الناس عن الشرق هذا ينفر الناس ينفر الناس وهم يريدون أن يجمعوا الناس لأن هذه الأحزاب والجماعات ما أرادت الآخرة في غالبها وإنما أرادت الدنيا وأرادت السياسة وأرادت الملك والحكم والسلطان والجاه والبرلمان والمنصب إلى غير ذلك من أمور الدنيا الملعونة التافية قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما فهم أرادوا الدنيا لذلك أرادوا أن يجمعوا الناس حولهم ويجمعوا الأموال لبطونهم وجيوبهم ولأغراضهم الحزبية السياسية الضيقة لذلك أضلوا وأضلوا وتركوا الدعوة إلى التوحيد أما الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فكانت دعوتهم إلى التوحيد وإلى النهي عن الشرك وعبادة الطواغيت قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنعوا وتعود وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكذلك على الإنسان أن يحرص على تعلم العلم وأول شيء في العلم وأهم شيء وأعظمه وأكبره التوحيد والعقيدة أن تتعلم حق الله سبحانه وتعالى عليك وعلى العبيد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسول أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أول شيء وأعظم شيء أن تتعلم العقيدة وتوحيد الله سبحانه وتعالى وأن تتعلم حق الله عليك وأن لا تجامل في عقيدتك وفي توحيدك وإيمانك لأنه رأس مالك ولا دين ولا إسلام بلا توحيد ولا صلاة ولا صيام بلا توحيد ولا طهارة ولا وضوء بلا توحيد أول شيء التوحيد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ إناك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة أدعوه صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعليه الصحابي أزاكم الله خير بارك الله فيكم نحن على سفر جماعة بعد ساعات سفر بعيد جدا فأنا أعتذر من الأسئلة جزاكم الله خير إذا قابل مرة تانية إن شاء الله أفترض عليهم إليه